يا الله طلاب المحترمين المؤدمين سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله يسعدكم يا رب الخبر اللي كالصاعي قبس وينكم الله 2005 المحترمين في عنا امتحان الكتروني انتبهوا انتبهوا ركزوا معي شوي الله يرضى عنكم يا رب طلاب الوجاهي حيكونوا واصلين لأشياء زي هيك مليار بالمئة بعون الله تعالى وتيسير رب العالمين طلاب البطاقات المسجلة الوضع الطبيعي اللي بلش معي من فترة بيكون مغطي المواضيع اللي وراي هلا اللي ما بلش معي من فترة يعني بدأ جديد بيضل ماشي على الخطة الامتحان رح يضل موجود على صفحتي وعلى منصة الثراء ما رح نمسحه اطلاقا رح يضل موجود لما تنتهي من هاي المواضيع الآن طلاب توجيهي ما بتكون مش ناس بيوجهكم الوضع الطبيعي تخلص من هاي المواضيع دراسة بتقدم الامتحان مباشرة الله يرضى عنكم يهدي بالكم يا رب مؤدبين محترمين الآن نركز السبت التاريخ بيكون ثلاثة تسعة ان شاء الله الفين واثنين وعشرين على خير الساعة التاسعة مساء طبعا الكيس الفطن بيدون المعلومات هاي عنده خلاص يضع حاضم مهام تدو لست قائمة مهام اللي بدون ينجزها ثلاثة تسعة الساعة تسعة المساء حيكون امتحان إلكتروني مادة الامتحان محترمين مؤدبين تأسيس كامل تصريف الأفعال طبعا أكيد أول أربع صفحات من دوسية الحفظيات قطعة The History of Computers اللي هو تاريخ الحواسيب دروس أزمنة المضارع جميعها اللي هي Present Tenses الآن المضارع البسيط والمستمر والتام والتام المستمر ودرسي الـ Future المستقبل اللي هم Will و Be Going To ودرسي الآن الـ Past Symbol اللي هو الماضي البسيط والـ Past Continuous اللي هو الماضي المستمر الآن هاي مواضيع امتحاننا حتكون يوم ثلاث تسعة إن شاء الله تعالى يوم السبت ثلاث تسعة الآن الساعة التاسعة مساء هلأ إجابات عشان نعرف إحنا كيف جوابنا سواء الطالب اللي جاب علامة كاملة أو الطالب اللي علامة منقوصة أو الطالب اللي علامته كانت متواضعة الكل لازم يعرف الآن اللي هو الإجابة اللي جوابت بالطريقة هاي الإجابات بعون الله بتيسير رب العالمين هتكون فيديو الساعة التاسعة والنصف والنصف إن شاء الله يعني تسعة ونصف بعون الله تعالى هنزل اللي هو الفيديو اللي في حل هذا الامتحان على صفتي وعلى منصة الثراء إن شاء الله تعالى الآن يا طلاب يا مؤدبين الله يرضى عنكم يا رب نأخذ الموضوع بجدية عالية وتذكروا دائما وأبدا أن عجبتوا لهم قالوا تماديت فيه في المنى وفي المثل العليا وفي المرتقى الصعبي إذا ما وضعت خطة محكمة كنت أنت جزء من تخطيط الآخرين الله يرضى عنكم يهدي بالكم يا رب كل ما اشتحت الآن وتعبت على حالك الآن هترتاح لقدام لا ينال العلم يا أخي ويا أخي براحة الأبدان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يعطيكم ألف عافية يا رب اشتركوا في القناة